معرض القاهرة الدولي للكتاب استقبل عدد من الرحلات اللي بتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة للأسر والأطفال من قاطني الإسكان بديل العشوائيات وعلى مدار الكاميوم اللي فاته شفنا مع بعض قد إيه المعرض ده شهد زيارات دورية من مدن الأسمرات وأهلين واحد وأهلين اتنين ورودة السيدة والخيالة وأماكن مختلفة وده بمشاركة عدد كبير من الكتاب والبحثين التربويين خلينا نقرب أكتر من المبادرة دي معانا عبر زوم الأستاذة أمل جمال الكاتبة والبحثة التربوية اللي شاركت في ورش حكي الأطفال لهذه المناطق أستاذة أمل صباح الخير عليك صباح النور صباح النور على كل مشاهدين القناة الأولى صباح النور على مصر كلها صباح الفل عليك أستاذة أمل دي الزيارة التانية للأطفال ويمكن في زيارته من أولى كان فيه استقبال كبير وكان فيه مجموعة كبيرة من الندوات اتعاملت ندوات صحية وندوات ثقافية وتوعية مرورية حاجات كتير قوي حضرتك كنت من ضمن المشاركين في ندوة الحكي كان موضوع الحكي اللي حكتي عن إيه؟ هو أنا عايزة نوه أنه هوك برضو النهاردة عرفت أنه فيه رحلة تالتة النهاردة يعني ممكن يكونوا وصلوا دلوقتي أو على وشك أنه هما يوصلوا أنا الحقيقة كنت سعيدة جدا بمشاركتي في الحكي مع الأطفال دول إحنا حكينا وإحنا جنينا وكنت فرحانة جدا أنه الأطفال يعني يعني يوم بتلمع كده بالبهجة بيشوفوا معرض الكتاب لأول مرة بيتحركوا بيحسوا أنه هم يعني زي يوم زي أي حد في النسيج الشعب وأن الناس كلها مهتمية بينهم وأن البلدهم مهتمة بيهم الحقيقة يعني كمان بالرسوم اللي على وشوشهم والضحكة بتاعتهم أول لما جم إحنا حكينا يعني حكاية جميلة تفاعلية وسألت كمان الولاد نبسوكوا بكرة تطلعوا إيه وغنينا للأم وغنينا للأب وغنينا للبلد وسألتهم أحلامكم إيه كتير منهم كان نفسه يبقى زابط حتى البنات قالت أنا كمان عايزة أبقى زابط فأنا استغربت قلت له يعني أنت عايزة تبقي زابط لماذا؟ ثلاثة أربع بنات نفسك تبقي زابط قالت لي أه أنا نفسي عشان أحمي البلد وأحمي دول يعني أصدها على يعني أصدقائها ومنطقتها وكده وبتلع على فكرة أنت ممكن تبقي زابط ممكن تبقي دكتور زابط دكتورة زابط بالشكل ده سوبيون برضو نفس الحكاية البنات والسوبيون وكمان كان فيهم بنوطة بتقولي أنا برسم كويس جدا ممكن تساعدوني عشان أبقى رسامة كبيرة فطلع إحنا هنا وبلدك كلها هنا عشان تحقققي اللي أنت عايزة لأن أنت يوم ما تحقققي اللي أنت عايزة أنت بتحققي جزء من كيان مصر ومن عظمتها وما تستصغريش أبدا أي حلم أنت تحلمي به أستاذ عمل عاوز أعرف من حضرتك بعد صلاة الخير طبعا عاوز أعرف من حضرتك أهلا أستاذ أحمد أهمية هذه القصص اللي حضرتكم بتحكوها لهؤلاء الأطفال اللي يمكن من الكلام اللي حضرتك قلتيه يعني بان قديهم عندهم لسه الفطرة موجودة عندهم وعندهم هدف وعندهم حلم خلينا نقول لم يلوث بعد أو لم يشتت إزاي يعني استقبلت ردود أفعال هذه الأطفال تحديدا أو هؤلاء الأطفال والرسائل اللي أنتو بتوصلوها للأطفال تحديدا من خلال هذه القصص هي كانت أهم الرسائل أنه أنت كطفل مهم كإنسان أنت إنسان أنت مهم أنت كيان مهم أنت حد مقدر في بلدنا في بلدك أنت بتحلم بإيه بكرة نفسك في إيه كنت القصص اللي أنا قدمتها كانت خاصة بالعيلة بالتماسك بالبلد وكلنا بعدها قلنا ما بعد تحيا مصر تحيا مصر كانوا فرحانين وهم بيهتفوا كل أطفالنا المصريين أكيد عندهم الانتماء ده أستاذ أمل أننا عارفين أن كل أولادنا المصريين شبه بعض وزي بعض على الأقل بتجمعنا نفس العادات والتقاليد وبتجمعنا نفس الأرض اللي نحن متعودين أننا دائما محميين فيها فكرة تقديم الحاجات المختلفة فكرة تقديم ندوات لها علاقة بالعادات الصحية الغذائية فكرة تقديم ندوة تغذية في متناول يد الأطفال أو في متناول يد الأسر مختلفة الطبقات أو مختلفة القدرة المادية فكرة أننا نعرفهم حقوقهم واجباتهم فكرة أننا زي ما نعرفها لبقى الأطفال أعتقد أن دي فرقت كتير مع هؤلاء الأطفال ومع باقي الأطفال اللي كانوا كمان موجودين في القاعة الطفل المخصصة للأطفال كل شكرا لكي الكاتبة أمل جمال إحدى المشاركات في ورش حكي للأطفال بمعرض الكتاب نورتين أهلا بيكي